يقول في خطبة له أن هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام تتعارض تعارض بعضها البعض وتنسف بعضها البعض ويقسم بالله في معنى كلامه أنه لا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الحديث المتناقضة كما زعم هذا المجرم وضرب مثالا بحديثين الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخه فقال إن الله عز وجل لم يهلق قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير خلقوا قبل ذلك إن الله عز وجل لم يهلق قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ومعنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الشيء الممسوخ لا يكون له عقب ولا ذري ولا نسل هذا في الحديث الأول قال عدنان إبراهيم وهذا الحديث الأول يعارض حديثا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل فقدت فلا يدرى ما صنعت فأخشى أن تكون الفأر وذلك أنها إذا وجدت ألبان الغنم تشربها وإذا وجدت ألبان الإبل لم تشربها حديث الأول معناه أن الممسوخ ليست له ذري ولا عقب والحديث الثاني معناه قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت قال النبي عليه الصلاة والسلام فأخشى أن تكون الفأر يعني من نسله الفأر تناسل وكان أوله هي تلك الأمة من بني إسرائيل التي فقدت ومسخت إلى الفأر فهذا قال يعارض الأول قال العلماء كما قال الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكلة الآثار وهذا الكتاب من أعظم الكتب في الدنيا التي تجاوب عن هذه الأسئلة والشبهات التي يريدها أعداء الله أمثال عدنان وغيره من أعظم الكتب هذا الكتاب يقول الإمام الطحاوي وهو من أئمة وأجل أئمة السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى قال أبو جعفر وهو الطحاوي في التوفيق بين هذين الحديثين قال فكان فيما روينا في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله لم يهلق قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة ما قد دل أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأر وفي الفأرة على ما في الحديثين الذين رويناهما في هذا الباب كان منه قبل أن يعلمه الله ما أعلمه من أنه لا يجعل لمن أهلكه نسلا ولا عقبا فذهب بذلك ما كان يخشاه وحدث بما في هذا الباب عنه ما لم يعلم ما كان منه بعد ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب وثبت بذلك لما كان الفأر من ذوي التناسل ومن ذوي الأعقاب أنها من الجنس الذي قد تقدم خلق الله عز وجل إياه مسخه من مسخه مما لعنه من عباده إلى ما مسخوا إليه وبالله عز وجل التوفيق طيب معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام بسيط وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت لا يدرى ما صنعت فأخشى أن تكون الفقر الفار قال هذا باجتهاد منه وبظن منه والدليل على أن هذا الحديث وهذا الكلام كان باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وبظن منه وبغير واسطة وحي قوله عليه الصلاة والسلام قال فأخشى أن تكون الفار هذه رواية وفي رواية في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن صحيح مسلم قال ما أراها إلا الفار وكلمة أرى بضم الهمز قال ابن حجر في فتح الباري أرى تختلف من أرى قال أرى بضم الهمز يعني أظن أما أرى معناها أعتقد فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أرى وإنما قال أرى يعني أظن فهذا مما يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بغير واسطة وحي لأنه بالظن وقال العلماء علماء للسنة والجماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة عظيمة تحل هذا الإشكال وجميع الإشكالات إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بالوحي بالوحي فإنه لا يخطئ وإذا حدث بالكهاد منه يأتي الوحي ويصوبه ويصوبه كما في حديث تأبير النخل وهو في صحيح مسلم بروايتين وعند أحمد في المسند برواية حينما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالقوم وهم يؤبرون يعني يلقحون يأخذون طلع الذكر من النخل فيضعونه في الأنثى فقال ما يفعل هؤلاء فقالوا له يؤبرون قال ما يؤبرون قالوا يأخذون طلع الذكر فيضعونه في الأنثى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن لاحظ هذه الكلمة ما أظن أن ذلك يغني شيئا ما أظن أن ذلك يغني شيئا فذهب بعض القوم إلى من كان صاعدا أعلى النخل ويؤبر ويلقح قالوا لهم أولم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما قال قالوا لهم قال ما أظن أن ذلك يغني شيئا فتركوا التأبير قال الراوي فخرج التمر شيصا شيصا يعني غير نافع فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكوا إليه ذلك فقال ممذاك قالوا الحديث الذي قلته أو المقالة التي قلتها فقال إنما ظننت ظن فإذا ظننت ظن فلا تآخذون بالظن وإذا حدثتكم عن الله تعالى فخذوا عني فإني لا أكذب على الله شيئا فهذا الحديث قال فيه الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل فقدت فلا يدرى ما صنعت فأخشى أن تكون الفار وفي رواية قال ما أراها يعني ما أظنها إلا الفار فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ظننت ظنا فلا تأخذوني فهذا من الظن الذي ظنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ولكن لما جاءه الوحي في الحديث الثاني وأخبره الله سبحانه وتعالى بأن الممسوخ لا يولد له ولا يكون له نسل ولا عقب قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن القرد والخنازير أهي مما مسخ؟ قال إن الله عز وجل لم يهل قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير خلقوا قبل ذلك هذا هو التوفيق الذي ذكر الإمام الطحاوي وهو نفس التوفيق الذي ذكر أبن حجر وذكره العلماء في كتبهم علماء أهل السنة والجماعة فلا مطعن لعدنان إبراهيم وغيره من الملاحدة أتباع اليهود أعداء الإسلام في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأحاديث ولا مطعن لهم بمثل هذه الأحاديث في صحيحية البخاري ومسلم لأن الحديث يضعف بالصور العلمية للتضعيف ويصحح بالصور العلمية للتصعيح كما قال العلماء ووضعوا ذلك في كتب عظيمة من كتب أهل الإسلام وهي موجودة ودواوين كثيرة وكبيرة لا يعلمها عدنان إبراهيم ولا عدنان سجم رماد ولا غيره من أعداء الملة وأعداء الدين ولم يقروا هذا العلم أبداً ومن جهل هذا العدنان أنه قال أتحدى أي إنسان أن يأتي بآية واحدة من القرآن يقول الله فيها إن الملائكة مؤمنين وقد أتينا له بالآية أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبعون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فرجل لا يدري كتاب الله أبداً ولا علاقة له مع القرآن ولا يدري سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي ويسب عائشة إذن لا علاقة له بهذا الدين ولا بالعلم الشرعي حتى يسمع له الناس ويحضر له الناس وأرسل رسالة أخيرة لجميع الناس الذين يحضرون ويشاهدون هذا الرجل الملحد المجرم عدنان إبراهيم وهي قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها كما يكفر بها هذا العدنان إبراهيم ويستهزئ بها كما يستهزئ بها هذا العدنان يكفر بها ويستهزئ بها قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إنكم إذن مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه